طيب يمكن نحتاج لركز شوي على موضوع الزواج المتأخر يعني الشاب الذي يتأخر زواجه أو هو يعني دائما يؤجل إلى أن يصل مثلا إلى عمر 35 سنة أو 40 سنة يعني ماذا يترتب عليه اجتماعيا وشرعيا طبعا الزواج المتأخر له أسباب الكثيرة قبل أن أخوض في موضوع الأسباب طبعا الزواج المتأخر أغلبة لا يخلو من إفساد لا يخلو من حسرات لا يخلو من موضوع حالة نفسية في حلقة من الحلقات تكلمنا سبب من الأسباب خلق الحالة النفسية وإيجاد ووجود الحالة النفسية عند البنت أو عند الشاب سببه الزواج وتأخر الزواج هذا واحد أمر آخر أسباب تأخر الزواج بالنسبة للبنت اليوم أمطيك مثال دكتور في السابق كانت الأمهات هي تختار للإبن ليش؟ كانت الأم تدخل إلى البيوتات وترى البنت بناتنا اليوم مضمومات إحنا نقول بناتنا ممكشفها طالعة خصوصا بلت الملتزمة من تخلص دوامة أو مدى أم هي في بيتها خصوصا خلنقول العرب التقاليد العربية والقرى والأرياف يعني فيعني عادة الأم كانت هي تختار للإبن والإبن يعني يشارك الأم في خلن نقول في دوقها فيصير زواج اليوم لا اليوم الأبن أصبح يستنكف من اختيار الأم له بالزوجة يوم خليه عليها ماما خليه عليها أنا اللي أختار زين هذا وين هي يروح يختار يروح على التواصل الاجتماعي يروح على الشارع يروح بالأسواق في أرويقة الأسواق ويرى ما يرى وفيها الغثوة السميلة الأسواق يعني مو كل عفوا يعني مزين فبالتالي البنت العفيفة التي يعني تقول أنا لا أخرج إلى الكوفي شعبات ولا إلى المطاعم ولا أخرج إلى الأماكن العامة أو قليلا ما تخرج لا ترى لأن الشاب الأفندي يريد يشوف يعني وهي لا ترى فهذا سبب رئيسي في التأخر بالنسبة للبنت والشاب يعني خروج المرأة الأم من معادلة الزواج الكثير من الشباب يستهزئون بهذا الأمر ولكن دخول الأم في معادلة الزواج مهم جدا بس يا أمهاتنا هلا هلا بينا يعني يعني عرفي ذوق الشاب دخلي بالموضوع وبطريقة يعني خلي الولد يشوف خلي الورد يعرف ما يصير أنت ترحين قبل والطلبين وتهلهلين وتقرين الفاتحة وبدون ما شايف الولد هذا همه مقبول من الأمهات فإذن دخول الأم في معادلة الزواج هذا سبب رئيسي أو سبب كبير في موضوع التأخر عند الشباب والبناء وطبعا هناك أسباب حقيقة لا شرعية